كأحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030 دشنت في العاصمة الأوكرانية كييف النموذج الأول من طائرة أنتونوف AN-132 في إطار عقد التحالف التقني الذي أبرمته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مع شركة أنتونوف الأوكرانية لتصنيع الطائرات هذا الإنجاز الذي إن شاء الله يثبت قدرات بناء الوطن على نقل المعرفة وبناء إن شاء الله التقنية في المملكة بما يدعم الاقتصاد الوطني طبعا المدينة تنهج التطوير المشترك كوسيلة لنقل التقنية ليست نقل التقنية القائمة ولكن تطوير شيء أفضل مما هو موجود وتتميز هذه الطائرة بتعدد المهم وخفة الوزن إلى جانب قدرتها على التحليق بارتفاع 28 ألف قدم بحمولة تصل إلى أكثر من 9 أطنان وقطع مسافة 4500 كم بسرعة تحليق تصل إلى 550 كم في الساعة هذه الطائرات تستخدم بإذن الله في مجال العسكري وهي متعددة المهام من نقل جنود ونقل جرحة من أرض المعركة وأيضا تستخدم كطائرات إسقاط مظلي تستخدم أيضا للشحن طبعا بصفة عامة وأيضا سوف يصدر منها أصدار مؤخرا إن شاء الله كطائرة مدنية للنقل والشحن المدني الطائرة التي تم تزويدها بالعديد من الأنظمة الحديثة سيكون خط إنتاجها بالتوازي في المملكة العربية السعودية وجمهورية أوكرانيا وسيشارك في خطوط الإنتاج مهندسين وفنيين سعوديين جنبا إلى جنب مع نظرائهم الأوكرانيين في كل البلدين لتقليل تكاليف الشراء والتدريب والتشغيل والصيانة للطائرات وكذلك رفع مستوى الخبرة المعرفية الفنية في مجال تصنيع الطائرات وتأمين العديد من الفرص الوظيفية لشباب وشبات المملكة العربية السعودية تم التعاون والاتفاق مع شركة أنتونوف فقط على تحسين على إنتاج هذه الطائرة بخبرات أوكرانية على مجسمة الطائرة ولكن جميع الإلكترونيات والمحرك تم استخدام شركات عالمية مرموقة في صناعة الطائرة الجدير بالذكر أنه في الربع الأول من العام 2017 للميلاد سيتمكن مواطنوء المملكة من مشاهدة أول طائرة سعودية أوكرانية تحلق في سماء المملكة